السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله نكمل ونبتدي بقى الفصل الخامس الدروس من 41 ل43 حساب محيط المضلعات رياضيات الصف الثالث وكتاب قطر الندى بيقولي هنا استخدم المسطرة في قياس طول كل خط بالسنتيمتر كما بالمثال هنا جاب المسطرة واتفقنا ان احنا يعني خدنا قبل كده من سنة تانية ان احنا بنقسم المسطرة نبتدي من اول السفر لحد ما نشوف الخط طوله قد ايه فهنا سبعة سنتي فقلت طول الخط بيساوي سبعة سنتي است الخط ده بالمسطرة لقيت طول الخط برضو سبعة سنتي است الخط ده لقيته طول الخط اتنين آآ سنتي نسيت اقس الكبير ده مخدتش بالي تعالوا نقيسه مع بعض هنا هنقيسه هنشوف طوله كام نبتدي من اول السفر مقاسه خمستاشر سنتي لا اتناشر اتناشر سنتي اتناشر سنتي متر مكتوبة ماشي اه لاحظ هنا استخدام المسطرة في قياس اطوال اه اضلاع المسلس هنا اس جاب لي مصطرة واسلي بها الثلاث اضلاع قال لي ان الضلع الاول عبارة عن آآ ثلاثة سنتي الضلع الثاني عبارة عن اربعة سنتي الضلع الثلاث عبارة عن آآ خمسة سنتي فجمعهم الثلاثة زايد اربعة زايد خمسة داني اتناشر سنتي يبقى لون المضلعات فقط قلنا المضلعات ان هي عبارة عن خطوط مستقيمة وبتكون منغالقة ما ينفعش تكون مفتوحة كده او زي دي او تكون دائرة او ايه او شبه الدائرة كده لازم يكون كده خطوط مستقيمة والخطوط دي تكون ايه تكون مغلقة فانا لونت كل الاشكال المضلعات طيب هنا بيقول المضلع هو هو ايه هو شكل مغلق تحد وعدة كتع مستقيمة ويتكون من ثلاثة خطوط مستقيمة على الاقل ثلاثة يعني اقل حاجة تلاتة ممكن اربعة خمسة ستة سبعة وهكذا طيب هنا بيقولي تعريف المحيط تعالوا نشوف بقى ايه المحيط استخدم المسترة في قياس اطوال اضلاع المستطيل هنا استو اداني خمسة سنتي وهنشوف بقى هنا اثناء كام رقم اثنين اثناء اداني تلاتة سنتي اثناء مدام ده خمسة يبقى ده خمسة ادو ده تلاتة يبقى ده تلاتة طيب هو قال لي ايه هنا احنا كنا اخدنا قبل كده ان المربع ده المربع ده الاياس بتاعه سنتي واحد سنتي فلما يديني تلات مربعات يبقى تلاتة سنتي اما يديني هنا خمس مربعات يبقى هنا خمسة سنتي تمام كده وهنا نفس الحكاية 5 وهنا نفس الحكاية 3 فهنا بيقول الضلع الأول 5 سنتي الضلع الثاني 3 سنتي الضلع الثالث 5 سنتي الضلع الرابع 3 سنتي فجمعهم طلعوا 16 سنتي بقى المحيط بتاعي ده كله المحيط اللي بره ده كله كام 16 سنتي طيب ايجاد المحيط بطريقة العد اه نفس ما احنا اتكلمنا احنا اتفقنا ان هنا المربع الواحد يسوي واحد سنتي فان هبدأ اعد المربعات كده من بره ما فودش واحد والعد واحد مرتين او الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر ناشر تلاتاشر اربعتاشر خمسة اشر ستاشر يبقى محيط الشكل بتاعي محيط الشكل 16 سنتيمتر انا استخدمت او انا استنتجت ان محيط الشكل هو طول الخط الخارجي طول الخط الخارجي الذي يحد الايه الشكل مجموع اطوال اضلاع الشكل بيساوي طول الخط الخارجي الذي يحد ايه يحد الشكل لو انا است كله دول هتلاعوا نفس الحكاية 16 لان المربع الواحد بيساوي واحد سنتيمتر طيب هنا بيقولي حساب محيط المضلعات بالسنتيمتر احسب محيط المضلعات الاتية على حسب الاطوال الموضحة على رسم كما بالمثال هنا مديني مربع طبعا المربع كله اضلاعه متساوي يعني لو است واحد بس لقيته 3 بقى البقى كله 3 طب انا عايزة محيط الشكل ده اجمع اعمل ايه اجمع 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 اهو محيط الشكل بيساوي 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 بيساوي 12 سنتيمتر طب هنا ده المحيط بتاعه كام هايز بالمستر وقولنا هنا كل كل دلعين متوازيين متساويين يعني ده 4 يبقى ده 4 هنا 2 يبقى هنا 2 ابدأ اجمعهم 4 زائد 2 زائد 4 زائد 2 هيديني 12 سنتيمتر نفس الحكاية برضو بقيس الاطوال دي كلها وبجمع الارقام 3 زائد 5 زائد 2 زائد 4 هيديني 14 سنتيمتر نقيس الشكل اللي بعده 3 زائد 4 زائد 5 زائد 4 زائد 3 بناخد كل الارقام اللي هو ايس هالي واحنا هنقيس دلوقتي هيديني المحيط بتاع الشكل اجمعهم هيطلعوا 19 سنتيمتر يبقى هنا انا استنتجتي ان محيط المضلع بيساوي مجموع اطوال اضلعه المحيط بتاعه بيساوي مجموع اطوال اضلعه بقيس الاضلع الاول كلما اسها كان ببتدي اجمعهم يبقى انا كده جبت ايه المحيط بتاعي يبقى المساحة كانت بتساوي طول الضلع دي يعني كانت بتساوي الطول في العرض الطول في العرض لكن هنا بيساوي ايه المحيط كله يعني حاصل جمع كل الاضلع بتاعتنا طيب هنا قياس انا لوحد بيحاول يعني يقولها بطريقة مش عايزة اقولها بطريقة الهندسة او بطريقة الكبار بحاول ان انا استخدم مصطلحات صغيرة عشان الطفل يفهمها فانا بنقول قياس اطوال اطوال اضلع المضلعات بالسنتيمتر وايجاد المحيط نفس الحكاية برضو لاستخدم المصطرة في قياس اطوال الاضلع واوجد محيط الاشكال الاتية كما بالمثال هنا اداني مثال هو ايس لي المأسات بتاعته فانا هجمعها 3 زاد 4 زاد 3 زاد 4 هجبت المحيط اطول 14 سنتيمتر انا است بالمصطرة المثلس الدلع ده بيساوي الدلع ده لقيته هنا 5 وهنا 5 است ده لقيت 4 رحت جمعها 5 زاد 4 زاد 5 اداني 14 سنتيمتر بقى المحيط بتاعه 14 سنتيمتر هنا برضو ده هو المعين كل اضلعه متساوية فانا است واحد 2 سنتيمتر بقى البيئة كله 2 فجمعتهم 2 زاد 2 زاد 2 زاد 2 طلع 8 سنتيمتر هنا برضو الدلع اللي فوق هو هو مساوي للتحت عشان بيوزيه والدلع ده بيساوي ده عشان بيوزيه برضو قلت 2 زاد 3 زاد 2 زاد 3 الداني المحيط بتاعه 10 سنتيمتر طيب هنا استخدم المصطرة في قياس اطوال اضلع كل مضلع او واحسب محيطه كما بالمثال استخدمت المصطرة وهنا ده مديني مثال محلول كتبنا ارقام على كل دلع وقسناهم طبعا كلهم متساويين فقلنا كلهم اتنين سنتيمتر جمعناهم لاناهم اتناشر سنتيمتر طب هنا انا است الضلع الاول بالمصطرة تلع 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 تاني اربع سنتيمتر اللي قصده اكيد اربع سنتيمتر اللي هو رقم اربع وهنا تلاتة يبقى هنا كمان تلاتة هنالك اجمعناهم تلاتة زال اربع زال تلاتة زال اربع يدينى اربع تاشر سنتيمة هنا نفس الحكاية اثنى الضلع الاول هو مكتوب عنده رقم واحد تلع chm تلع خمسة سنتيمة دلع رقم اتنين تلع تلع تلاتة سنتيمة دلع رقم تلاتة تلع اربع سنتيمة انهم كلهم يبقى dataset 5 زال 3 ساد اربع بساوي اثناشر سنتيمة طيب هنا بيقولكم بقياس وتسجيل طول كل دلع من اضلاع كل مضلع واوجد محيط كل منهما واكتبه في الجدول الخاص به ثم اجب عن الاسئلة. انا برضو استهم ده متوازل اضلاع وده مربع. است كل دلع منهم كتبت الرقم بتاعه. قلت طول الدلع الاول طلع اربعة. يبقى عندي برضو الدلع التالت هيطلع اربعة. است الدلع التاني طلع تلاتة. فبالتالي اللي في وشه هيطلع هو كمان تلاتة. بدأت اجمعهم اربعة زائد تلاتة زائد اربعة زائد تلاتة. يبقى المحيط بتاعه متوازل اضلاع عندي اربعة سنتيمتر. طيب المربع طبعا هنا هيطلع واحد مربع كله متساوي. استنا دلع واحد يبقى البيقى كله زيه. يبقى اربعة زائد اربعة زائد اربعة زائد اربعة اداني ستاشر. فانا بيقولي المضلع الذي محيطه اكبر هوه. مين الاكبر? هنا اربعة اربعة اشر هنا ستاشر. يبقى المربع هو الاكبر ستاشر. مجموع المحيطين اجمع اربعة اشر زائد ستاشر اداني تلاتين سنتي. الفرق بينهم يبقى ستاشر ناقص اربعة اشر الفرق بينهم اتنين سنتي. خلاص. يبقى هنا بدل ما نوعد نقيس كله الاضلاع نفاهم الطفل انه متوازل اضلاع كله ضلعين متوازيين متساويين. يعني الاتنين دول ده بيساوي ده. استداء خلاص يبقى ده قده. وده بيساوي ده. استداء بقى ده قده. لكن دول كلهم بقى المربع كله قد بعض. الاربع هم زي بعض بالزبط. تمام كده? طيب هنا بيقولي استخدم المسطرة في قياس اطوال اضلاع المضلعات الاتية ثم يحسب المحيط الفعلي لكل مضلع. ورتب المضلعات حسب المحيط تصاعديا. انا است برضو اول واحد طلع. تلاتة سنتي اربعة سنتي. تلاتة سنتي اربعة سنتي. كل دلع في هم. فجمعتهم طلع اربعة تشر سنتي. است المربع است دلع واحد طلع تلاتة سنتي بقى الباقي كله تلاته. بقى تلاتة زي تلاتة زي تلاتة بساوي اتناشر سنتي. آآ شبه المنحرف اللي هو اول ضلع استو طلع تلata ونص. الضلع ده. ده. بيوزي ده. الضلع الرابع طلع اتنين. فجمعتهم طلعوا تلتاشر سنتي فهو بيقولي الترتيب تصعودي حسب المحيط لكل ضلع. احنا عارفين تصعودي يعني من الصغير للكبير. فكتبت اول واحد اتناشر. بعد كده تلتاشر. بعد كده اربعتاشر. طيب هو هنا قال ليه تقدير بقى. تقدير محيط المضلعات. آآ كيف اقدر طول كل ده العمان اضلع المضلع. هو عايزني اقيسه بالسبع ده. واحنا استخدمنا قبل كده الصبع ده. في القياس. وقلنا ان لو انا قسط الصبع ده. على المسطرة. هلاقيه بيساوي واحد سنتي. اهو عنا المسطرة بتاعتي بس عشان مستخدمها كتير فالوانها راحت. اهو الصبع بيساوي واحد سنتي. بيساوي واحد سنتي. تمام? فانا لما قسط به فطلع الطول التقديري هو هو نفس الطول لو قسطه بالمسطرة. لان هو واحد سنتي. فانا لو هعد اقيس بقى كده. يعني انا بقيت اقيس. يعني الطفل يحط صبع ويحط هنا خط ان هو ايه ده كده لحد صبع يبدأ ياخد الجزء الثاني ويعمل خط. اهو يرجع ياخد الجزء الثالث اهو الثلاثة سنتي اهو. فهنعملها كده. هنقيس كده بالصبع زي ما هو قيس. نقيس. يا اما نحط ادينا يا اما يعني نحط خط كده. ونقيس ده هيتلع برضو تلاتة ايه? تلاتة سنتي. فهو عايز نقيس هو قسط المسلس كله وجمع بعد كده. تلاتة زائد اربعة زائد خمسة طلع واتنشر. انا قيست برضو بالصبع بتاعي. فطلع تلاتة زائد اتنين زائد تلاتة زائد اتنين. جمعتهم طلع عشرة. قيست الشكل ده برضو. اللي هو الخماسي. اه لقيت اضلع دي واحد ودي واحد. هنا اتنين واثنين واثنين. فطلع عندي تمانية تمانية سنتي. طيب هنا نفس الحكاية بيقول لي قدر محيط كل ضلع واكتب تقديراتك واكمل الجدول. برضو عملت نفس الحكاية. بسبعي طلع المسلس كله اربعة. اه هنا المربع طلع كله تلاتة. كتبت ان المحيط جماعت باربعة زائد اربعة زائد اربعة طلعه بيساوي اتناشر سنتي. المربع تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة طلعه بيساوي تسعة سنتي. فانا بيقول المضلع لازي تقدير محيطه اكبر هو. المسلس هو الاكبر بالتناشر سنتي. طيب كوم بقياس هم كوم بقياس اطوال الاضلع لكل شكل واكمل الجدول الاتي. قلنا هنا اربعة زائد اربعة زائد اربعة بيساوي اتناشر ده. طول تدلع بالسنتيمتر عايز نقسهم تاني بالمسطرة طب ما هي هي الصبع ده بيساوي سنتي فانا لما است بالمسطرة طلع لي نفس الاطوال فما فيش اي اختلاف است برضو المربع بالمسطرة طلع برضو نفس الموضوع ده محيطه 12 ده محيطه 12 بولت المضلع الذي محيطه الفعلي اكبر هو المسلس برضو نفس نفس النتيجة بتاعت التقديري فهنا بيقول لي يعني استخدم مع تفلك يعني او اكلم مع تفلك واستنتج ايه نتيجة المقارنة نتيجة المقارنة ان الناتج التقديري هو هو الناتج الفعلي لان حجم الصوبعة بتاعنا ده صمتي فنفس الايه نفس النتيجة هتظهر لنا نفس الحكاية هنا برضو بيقول لي اقس الاثنين استوم اهو قسة الشكل ده وقسة الشكل ده ده السوداسي وده شبه المنحرف ده السوداسي طلع اربعتاشر سنتي وشبه المنحرف برضو طلع اربعتاشر سنتي بيقول لي عايز المضلع الذي تقدير محيطه اكبر هو انا قلت له الاثنين متساويين قيم بقياس اطول الاضلع برضو راجع تاني قلي قائسهم بالمصطرة احنا قلنا هم هم برضو هيطلع نفس القياس طلع هنا اربعتاشر هنا اربعتاشر برضو قلت له المضلع الذي محيطه الفعلي اكبر هو متساويين فانا مش عارف انتو لو قسطهم حاجة هتطلع اكبر من حاجة ولا ايه بسانا ايه بتأكده من القياس يسهم برضو وفقه اكتبوا لي تعليقات على الفيديو تقيم تفلك خلاص بقى هنا خلصنا فبيقول احسب محيط الجزء المزلل في الاشكال الاتية قلنا المحيط اللي هو عدد مربعات الشكل الخارجي فانا عديت واحد اثنين ثلاثة اربعة لحد ما لفيت كده وصلت لاربعتاشر بقى المحيط اربعتاشر هنا نفس الحكاية برضو عددت يبقى المحيط بتاعي ستة هنا عددت برضو يعني زي ما بنقول كده ايه حوالين الاضلع بتاعته لقيتها اثناشر سانتي اللي هو الشكل الخارجي ده هنا قسنا برضو بيقولي استخدم المصطرة في قياس اطوال اضلع المضلعات الاتية واوجد محيط كلها من هما استهم كلهم طلعوا اثنينات طبعا لان المعين كل اضلعهم متساوي قلت اثنين زاد اثنين زاد اثنين زاد اثنين يبقى المحيط بتاعي تمانية سانتي هنا استهم اه متوازيين الاتنين لفوق دولا يبقى ده قد ده وهنا برضو ده موازي لده يبقى اكيد قدوا يبقى ده تلاتة زاد اربعة زاد تلاتة زاد اربعة جماعتهم طلع اربعتاشر فانا بيقول لي ان محيط المربع اربعة يعني كلهم اربعة يبقى اربعة فاربعة بستتاشر محيط المسلس ستة زاد اربعة زاد تلاتة طلعتاشر فبيقول لي ده علامة اكبر او ازهر او ساوي دي 16 دي 13 يبقى العلامة محيط المربع اكبر من محيط المسلس والله اعلم ولادكم هيفهموا الحاجات الكبيرة عليهم دي ولا لا شرح طبعا تندسة قوية الله نشتعين طيب هنا الدرس الجاي ان شاء الله هيكون الاختلافات بين المحيط والمساحة ان شاء الله مش هتاخر عليكم بكرة يكون جاهز واتمنى ان انتوا تحلوا ولو في اي اطوال مختلفة يعني لو قصتوا اي اطوال مختلفة اطوال مختلفة هردت تكتبوا لي في التعليقات واتمنى ان انا اكون سهلت عليكم الدرس شوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته